اشتركوا في القناة وأكد سموه بأن هذا الانجاز المشرف الذي تسجله اليوم مدرسة الإيمان فرع البنات وعلى هذا المستوى يعكس ما يحظى به قطاع التربية والتعليم من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتمني سموه لكافة منتسبي قطاع التعليم التميز بل المزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق المنجزات التي تضاف إلى المسيرة التربوية والتعليمية في مملكة البحرين ومكانتها الرائدة ترجمة نانسي قنقر